على ايتي حال قبل ان نواصل نأخذ معنا الاخ مبارك تفضل يا اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم وبركاته يا دعوال فضلت الشيخ الله يحييكي اخي حياكم الله السؤال عندي ثلاثة سيئة فضلت الشيخ تفضل يا اخي السؤال اول حول الحجود الشرعية خلال سترة الصيام مع الزوجة هل يجوز يعني انسان انه يقبل زوجته يعني بدون شهوة استنادا الى النبي صعد سلم كان يمص لسان عائشة كما في صحيحة ترملي السؤال الثاني فضلت الشيخ يعني انت تتكلم اثناء النهار في الصيام نعم انت تتكلم على النهار نهار الصيام نعم نعم هل يجوز انه نهار الصيام نهار الصيام يا مبارك نعم ما علاقة مص لسان الزوجة بنهار الصيام نهار الصيام لا يمكن ان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا مستحيل لا يمكن ولكنه سنن سلم يقول كان يمص لسان عائشة وهو صائم كان يمص لسان عائشة وهو صائم طيب اكمل اكمل ايه صال الثاني تسمع الجواب ان شاء الله نعم ايه هل يجوز مشكلة ادخال الاشياء على بعض هذه مصيبة عليتي حال هذا ابراهيم ابو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ذريتهم بعضا من بعض والنبي عليه الصلاة والسلام اكرم وافضل اخونا عبدالله من العراق تفضل ناخذ بعض الاتصال طائفة من الاتصالات نعم يا اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته حياك الله حياكم الله فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ السؤال الاول هل يجوز مؤاكلة اليهودية والنصراني او الرافضي وخاصة على مائلة الافطار السؤال الثاني فضيلة الشيخ عندما كان يدخل البرو الفاجر على بيت النبي كما في صحيح البخاري وكمانها عمر النساء النبي ان يحتجب هل هذا صحيح وهل النبي كان يؤاكلهم السؤال الثالث هل كان معاوية يأكل ولا يشبع وكان يأكل بسبعة بطون لا يا حبيبي يا اخي العزيز يا عبدالله الله يهديك ويصلحك اقول الله يهديك ويصلحك بعض المتصلين يريدون استغلال الفرصة للطاعن في الصحابة يوجه لك يحط السم في السؤال اسأل الله ان يهديك والله نحب الهداية لأهل البدعة ونحب الهداية لكل مشرك ونحب الهداية لكل طاعن في الصحابة نسأل الله ان يهديهم وان يصلحهم فلا يزالون يدسون السم في الاسئلة ولا يزالون يريدون الطعون في الصحابة عبر الاسئلة ولا يزالون يتظاهرون بالسؤال في البرامج وهم يريدون الطعن في الدين والطعن في الصحابة يعني وهذا من الاذية من الاذية ان تجد بعض هؤلاء يعني لابد يحاول يدس يعمل مؤامرات يعني لا سلمت برامج الدعوية ولا الاسئلة الشرعية ما سلمت من هؤلاء ما سلمت من اذيتهم ما سلمت من مؤامراتهم ما سلمت من جهالاتهم ما سلمت من بدعهم ما سلمت من الفاظهم الشنيعة والسيئة هذا الان يا اخوان مثال واضح رأيتم كيف اهل البدع يدخلون علينا في برامجنا اهل الشرك يدخلون علينا في برامجنا يريدون الدس والطعن على طول في معاوية سبعة امع سبعة ايش السبعة في بطنك انت اما معاوية رضي الله عنه فهو صحابي وجليل رضي الله عنه وهو بشر يخطئ نعم بشر يخطئ ما سوينا ملك لكن على طول فلذلك يعني يعني مشكلة ونحن يعني نحن في حال الصيام يلا ماذا نقول يعني واحد يقول اللهم اني صائم امام هذه المصائب اللهم اني صائم امام هؤلاء الذين يريدون الطعن ويريدون الوقيعة في رجال خير القرون يعني سبحان الله الذباب كيف يعني يأتي يعني لا ينشرون توحيدا ولا ينشرون علمان ولا ينشرون سنة ولا يسألون سؤال مستفيد ولا سؤال حريص على الهداية ولا سؤال حريص على الحق على الطول ادخال الاشياء في بعضهم نص اللسانه وهو صائم يعني يعني تبلغ السفاهة والسخافة والحماقة والجهالة هذه المبارغ الى هذه الدرجة الى هذه ونحن صائمون يريدون شتم صحابة نبينا ونحن في رمضان يريدون الاعتداء على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لكن أيها الأخوة والأخوات أبشركم أن مذهب هؤلاء مدحور وأن أمرهم الى زوال وأنهم الى هزيمة إن شاء الله وإننا والله نستبشر في رمضان هذا بأن السنة غالبة وأن أهل السنة منصورون وأن دينهم هو الذي يسود وهذه البداع والشركيات والوقيع في الصحابة وهذه الترهات التي تساخ يعني في لا برامجهم هذه برامجهم وقنواتهم لا لابد يدخلوا في برامج غيرهم ولا بدي يدسوا في برامج غيرهم ولا بدي يعتدوا على برامج غيرهم يعني هذا الافتلاء ولذلك يا إخوان نحن كيف نعرف الحق الذي نحن عليه لما نرى الأوباش يتطاولون نحن كيف نعرف الحق الذي نحن عليه ونستمسك به لما نرى العدوان عليه لو كان الحق لو كان ما نحن عليه هزيلا لو كان ضعيفا لو كان مهلهلا باليا ما تموا به الطاعنون يشنون الحملات أعداء الإسلام وأعداء التوحيد يشنون الحملات على إيش؟ على الحق الواضح الأبلج ليه؟ يخافون منه أن ينتشر يخافون أن يقوم يخافون أن يغلب يخافون أن يكتسح ولذلك تجد مثل الذباب والحشرات أسئلتهم هكذا على أي حال إن ربك لب المرصاد الله حسيبهم وهو ينتقم منهم ويسلط جنده عليهم سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء الظالمون طيب ترجمة نانسي قنقر